الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي الكرام أهلا بكم ومرحبا في هذه المادة العلمية المتعلقة بالغزو الثقافي المعاصر تسمى هذه المادة الثقافة الإسلامية ورمزها 114 سلم وهذه المادة العلمية تدور أحداثها وتدور معانيها وفصولها ودروسها على مراحل عدة نبدأها بالدرس الأول المتعلق بالاستعمار الاستعمار هو أعظم ما بليت به هذه الأمة عبر تاريخها المديد ومن خلال هذا الدرس سنتعرف على مجموعة من الحقائق العلمية والتاريخية المتعلقة بالاستعمار في الوطن العربي والإسلامي كما سنقف أيضا على أصناف الناقمين على العالم الإسلامي وأمته وكيف أنهم يبذلون أسلحتهم بكل ألوانها وأشكالها لدحر الإسلام وأهله وتحقيق أهدافهم ومصالحهم يقوم هذا الدرس على عناصر عدة هذه العناصر نجملها فيما يلي العنصر الأول إبناز القوى المعادية للإسلام العنصر الثاني أساليب الأعداء في سعيهم للقضاء على الإسلام وكذا الوقوف على تعريف هذا الاستعمار ومفهومه حتى يتضح جليا للقارئ والسامع على حد سواء كذلك نقف على تاريخ الاستعمار وأيضا نقف على أهداف المستعمر لتحقيق أهدافه وما هي خططهم البديلة المتكررة المتنوعة التي يستعملونها لتحقيق أطمعهم أولا القوى المعادية للإسلام صنوف عدة منها الصهيونية العالمية التي تسعى في كل حذب وصوب وتأتي من كل باب لتحقيق أطمع الاستعمار الحديث أيضا الصليبية العالمية وهي امتداد لهذه الأفكار الصهيونية والاثنان معا يمثلان يدا واحدة في خدمة أطمع الغرب وأيضا الشيوعية الملحدة والثلاثة جميعا تمثل ثالوثا خطرا على عالمنا الإسلامي المعاصر أما أسليب الأعداء في سعيهم للقضاء على الإسلام فإنها متعددة متنوعة أولها الغزو العسكري الغزو العسكري هو السيطرة الميدانية على أمة ضعيفة مهدورة الحق من كل جانب بيد العدو وقد استمر هذا الاستعمار وتزيى بأزياء عديدة ومنها الحروب الصليبية الحروب الصليبية التي بدأت منذ زمن بعيد ولما تنتهي بعد بل إنها ما زالت إلى اليوم تعمل عملها كذلك الحروب الاستعمارية الحديثة التي أيضا لبست أزياء جديدة وصورا وصنوفا عديدة تعمل على تحقيق أطمع الغرب في عالمنا الإسلامي وأخيرا الغزو الفكري وهو أخطر هذه الأساليب على الإطلاق وسنواصل الحديثة في بيان هذا الغزو بالفقل